موسيقى بعيداً عن طبول الموت وعلى إقاع الوعي بالحياة منطلقة من الإيمان بالفكر والإنسان السوري اختارت وزارة الثقافة هذا العام الاحتفال بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والفنية وبرعاية من رئاسة الوزراء حيث بدأت الفعالية بجولة للحضور على معرض الهيئة العامة للكتابة ومعرض فني لأعمال الأطفال وليافعين بعنوان من عام لعام التكبر الأحلام تلاهو زيارة لمعرض آثار المكتشفات الأثرية في ريف دمشق ومعرض صور وبوسترات نتاج وزارة الثقافة لعام 2017 وزيارة لمعرض لوحات تعبر عن الأزمة السورية احتوى عرض رسم مباشر لمجموعتين من الفنانين وبين المهندس خميس في كلمته خلال الافتتاح أن الحكومة حريصة على تبني مشروع ثقافي حضاري ينتج عنه جيل عربي سوري واعي لقضاياه ومؤمن بمبادئه السامية وبعروبته الأصيلة وإسلامه المعتدل ستحرص الحكومة على تبني مشروع ثقافي حضاري ينتج عنه جيل عربي سوري واعي لقضاياه ومؤمن بمبادئه السامية المعتدلة وبعروبته الأصيلة وإسلامه المعتدل القادر على استعاب مفرزات الحضاري الإنسانية والتفاعل معها منطلق الباعل لا المنفعل والمؤثر لا المتأثر فحسب فالجيل الحي هو الجيل المثقف والجيل المثقف هو الجيل السوي القادر على الحفاظ على مجتمعه إن استقافة ليس حالة نقضوية ولا يجب أن تكون كذلك حتى تنفع استقافة كمشروع وطني لا بد أن تكون حالة مجتمعية وتأصل بين كافة شرائح المجتمع تلقى إلقاء الكلمات تكريم عدد من المثقفين والفنانين السوريين وعرض ثني حمل عنوان بياريق نصر يصادف اليوم عيد وزارة الثقافة التي أنشأت في الثالث والعشرين من هذا الشهر من عام 1958 من القرن الماضي طبعا اليوم كما ترون سوريا ينذر أن يمر يوم فيها دون أن يكون مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية يعني المسرح والسينما والكتاب والموسيقى وكل ما يتعلق بصنوف العمل الثقافي حاضرة بشكل يومي لكن لهذا العيد فرحة خاصة وبهجة خاصة هذا العيد الذي أسميناه يوم الثقافة يقام تحت شعار وعي الحياة ووعي الحياة ليس ليوم واحد فقط هو وعي دائم للحياة كما شاهدناه اليوم في يوم الثقافة بخلال العرض يشاهدنا والفعاليات الملافقة لهذا العرض يؤكد على أن سوريا هي بلد الحضارة وسوريا مليئة وغنية بالتنوع الثقافي وهذا يحملنا مسؤوليات كبيرة يعني الجميع يعلم بأننا نواجه فكر ظلامي تكفيري وهابي يهدف إلى تنص هويتنا وتشويه أرسل الثقافي والحضاري وبالتالي لا بد نواجهة هذا الفكر الفكر التنويري حضاري كلما اتسعت مساحة الضوء الثقافية تضمحل وتنتهي مساحات الظلام وأهل الظلام فنحن الثقافية بكل مكوناتها بكل مبدعينا بكل شرائحها الثقافية هي رأس الحرب في الدفاع عن حضارة هذه الأرض المقدسة لألنا كلنا كسوريين ومثل ما قالت أنا سوريا كرمتنا كل ياتنا كسوريين لما بقت سيدة قرارة الوطني بقت على سمودة بقت على تضحياتها بقت على استيعابة لهذه الحرب اللي ما جرت بالوجود لا شكلا ولا مضبونا لا نشعر أننا مكرمين فقط لا نشعر أننا الثقافي والشعر والأداب والفنون جميعها مكرمي الألف نون هي يمكن أن نقول عنها أرقى تجلي يتجلى به الجمال أرقى مكان وتكريمها نوع من العمل لطيف وحميم كما حدث اليوم لتالى ما عويل على الثقافة بأن تكون السلاح الأمضى في وجه التخلف والإرهاب واليوم وزارة الثقافة وفي ذكرى ميلاتها تؤكد مجددا على أهمية الفعل الثقافي ليكون سلاح سوريا المستقبلي في وجه الموت والإرهاب ولتعلن يوم الثقافة يوما لوعي الحياة من دار الأسد للثقافة والفنون للإخبارية السورية مرمين عمار